الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية جهود المحافظات في إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي سواء على أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة وأكد وزير التنمية المحلية في تقريره إزالة 788 مخالفة بناء على أملاك الدولة وإزالة 7406 مخالفة بناء على الأملاك الخاصة لحد 23 يونيو 2020 وضح الوزير كمان أنه تم إحالة 5218 حال التعدي للنيابة العسكرية وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار المحافظات في التصدي للمخالفات بكل قوة وحزم مع سرعة الإزالة الفورية لأي مخالفة سواء كانت على أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة وده بيؤكد حفاظ الدولة على هيبتها خلال الفترة الحالية في ظل مواجهة فيروس كورونا لأن الدولة برضو مش منشغلة كلياتا ناحية فيروس كورونا لكن بتقوم بكافة المهام للحفاظ على هيبتها وزي ما حضراتكم عارفين بيتم تحويل المخالف للنيابة العسكرية